موسيقى الأول أنا بتشرف بحضرتك والحمد لله رضا وفضل من الله سبحانه وتعالى أن العمري فاروق ترك بصمة طيبة وسيرة طيبة وعطرة وتاريخ محترم وبنتشرف به فيش مكان بنروح فيه إلا ما نلاقي الناس يعني بتذكره بكل طيب وكل بخير ودي نعمة وفضلة من ربنا سبحانه وتعالى عليه وعلينا الحمد لله رب العالمين لما الحقيقة سمعت الموضوع دوت كل العيلة بكت يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله هو يعني طبعا رسالة طيبة من الجماهير الوفية قدرت العمري وجهده وسنين عمره وشاءه وهو بنئندير رب كريم الحمد لله سب عمل طيب وكان بيعشق النادي الأهلي بصراحة قد عمره للنادي الأهلي وما كانش بيصطنع دوت هو كان بيحب النادي وعايز ديله عمره وعايز شفه حل وعايز شفه كبير وهو كبير طبعا إنما أقصد أقول إنه هو ما تدخرش جهد ولا فكر بس هو دايما كان متطلع دايما إيه إحنا ممكن نعمل أفضل وهكذا يعني فهو الحقيقة اسمه ارتبط بالنادي الأهلي وربنا اختار له حتى لما وقع وقع جوا النادي الأهلي أو النهاية بتاعته إنه لما أصيب بالوعكة يعني من عشقه وحبه لنادي الأهلي جات النهاية في مقار النادي الأهلي ويعني إن شاء الله نحسبه على خير هو رجل كان طيب وصالح وخير وبيجري مع الناس وبيخدم الناس وكان جوا حب كتير وحد متواضع متسامح رغم إن ربنا أعلى شأنه إنما كان جواه كمية تواضع غير عادية كان بر بأبوه أمه وحبيبه بأخواته حتى بأهله وأصحابه بيته مفتوح للناس كلها عنده من الرزانة والحكمة والتزان يعني ربنا يخصه بحاجات سمات شخصية كمان جد بيقدر يفصل ما بين الجد وإمتى يضحك إمتى يشتغل ويبقى يعني مركز جدا راجل واضح جدا 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 لو حد بيزعله بيتسامح جواه خير يعني مش حد هو بيدور دايما على إيه إزاي أبني إزاي أطور إزاي أحسن إزاي أبقى قيمة مضافة دايما الحاجات السلبية اللي قبليته في مشوار حياته ما كانش بيوقف عندها كان بيأوفرلاب وده الحقيقة حاجة بتاعة ربنا سمحة تعالى بيخص فيها البنات أنا أول حاجة بشكر مجلزة النادي الأهلي وعلى رأسه كابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الدعوة الكريمة اللي وجهها لعائلة العمري والده والدته أخواته زوجته ابنه كله كله يعني العائلة كلها على فكرة وهو الحقيقة كمان ما سابناش في المستشفى الفترة اللي وقع فيها العمري ما سابناش ولا في المستشفى ولا بعد المستشفى بعد الوفاة هو الحقيقة بتاسبين على طول بيسأل علينا وما سابناش لحظة وحتى الأيام القدر أن يسافر لظروف عمل أو ارتباطات زوجته كابتب محمود كانت معانا أعضاء مجلس دارة كمان كانوا معانا ما سابناش الحقيقة صبحوا وليه اللي واللي تردادوا على أنه كل كم ساعة لقوم رايحين وجايين وراحين وجايين الحقيقة ما سابناش وده مش جديه على النادي الأهلي وكذلك برضو مدير التنفيذي للنادي الأهلي الرجل المحترم دكتور سعد بيشالبي وصديق عزيز الحقيقة برضو نفس الحكاية ما سابناش وراجل جميل إنما في حاجة غريبة جدا في مؤسسة النادي الأهلي المؤسسة دي عجيبة جدا فيها قيم حاكمة محترمة للغاية يعني القيم الحاكمة للمؤسسة الرقي الاحترام وقفوا معاك ما نسوكش مش عافي كل دي قيم حاكمة أخلاقات عالية جدا سمات محترمة جدا ده ده في غاية الأهمية وده بيدي قيمة كبيرة جدا لمؤسسة النادي الأهلي إنها ما بتنساش أبنائها نهارده اللوحة عليها اسم العمري فاروق ده ده قيمة كبيرة بتدهل الأجيال خلي بالك لازم تبقى بتحترم الناس تحترم أن الناس دي أخلصت وتقدت وبذرت جوت لا ده موجودين معانا لحد آخر لحظة وفالحقيقة يعني كابتن محمود يعني مهتم جدا نحن بقى متواجدين وحتى في التقاط الصور يعني وإحنا في كل حاجة يعني بصراحة الرجل يعني رجل جميل ويستحق أن يكون على رأس مؤسسة النادي الأهلي شوف أنا شوفت حاجتين الأول فكرة أنه نعمل يعني النادي الأهلي يعمل تأبين وتكريم للعمري ده حاجة جميلة جدا 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 إنما شوفت إزاي اتطبقت التطبيق ما جاش يعني وليد صدفة لكن كابتن محمود أولا دع المجلس إدارة ثم طرح الموضوع ثم بدأ يأخذ أفكار سادة زملاء كابتن محمود في المجلس اللي هم أعضاء المجلس كل واحد قدل بدلو كل واحد طرح فكر فهو الحقيقة حط دوت على الورق ترجمة نانسي قنقر